الحديث كما يقولون ذو شجون والشجون هي الأقصان فإن الحديث يتفرع وتتفرع فروعه الكبيرة إلى فروع صغيرة من الآخر بعد البيانات المتقدمة وبعد أن وصلنا إلى هذه النقطة من أن أكاذيبهم أتحدث عن أكاذيب البخاري التي هي أكاذيب سقيفة بني ساعد من أن أكاذيبهم أكاذيب مؤسسية أنشأوا وفقا لها مؤسسة دينية كبيرة وتفرعت فروعها لذا سأعرض بين أيديكم في هذه الحلقة وبحسب الوقت المتبقي سأعرض لكم صورة إجمالية عن الذي جرى في السقيفة بني ساعد سأجمع لكم لقطات لكنكم إذا ما وضعتم هذه اللقطات في إطار واحد ستكتشفون الحقيقة الكاملة ولا أبالي هل أنني أنقل لكم من كتاب شيعي أو من كتاب سني يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أكان الناقل شيعيا أكان الناقل سنيا فإنني لا أعبأ بناقل الخبر نفسه وإنما أذهب إلى مضمون الخبر إذا ما جمعنا هذه المضامين وتشكلت منها لوحة واضحة ليس عليها أدنى غبار فهذا أدل دليل على صدق هذه المعلومات قد لا تكون دقيقة جدا لكنها ستكون صحيحة بالإجمال أبدأ من هنا هذا هو الجزء الثامن من الكافي الشريف للكليني أطبعة التي أشرت إليها قبل قليل في الصفحة الثالثة والخمسين بعد المئة إنه الحديث الثاني بعد المئتين بسنده بسند الكليني عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه بخصوص هذه الآية ما يكون من نجوة ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء علي أبو بصير هو الذي يحدثنا عن إمامنا الصادق بخصوص هذه الآية الإمام يقول نزلت هذه الآية في فلان وفلان في فلان وفلان في أبي بكر وعمار الإمام ذكر الأسماء ولكن عملية التحريف والتصحيف جارية على قدم وساق الإمام الصادق قال نزلت هذه الآية في فلان وفلان في أبي بكر وعمار وأبي عبيدة الجراح وعبد الرحمن بن عوف وسالم مولى أبي حذيفة والمغيرة بن شعبة حيث كتبوا الكتابة بينهم هذه الصحيفة المشؤومة التي وضعوا فيها مخططة السقيفة قبل السقيفة بزمان حيث كتبوا الكتاب بينهم وتعاهدوا وتوافقوا لئن مضى محمد لا تكون الخلافة في بني هاشم ولا النبوة أبدا يكفي بني هاشم أن النبوة له أما الخلافة فهي لنا وهذا هو الذي جرى على أرض الواقع حينما اجتمعوا في سقيفة بني ساعدة لم يخبروا أحدا من الهاشميين ولم يطلبوا من أحد من الهاشميين أن يكون معهم ولم يطرح اسم هاشمي من المرشحين للخلافة في اجتماعهم في سقيفة بني ساعد الواقع هو الذي يصدق هذا الأمر نزلت هذه الآية في أبي بكر وعمر وأبي عبيدة الجراح وعبد الرحمن بن عوف وسالم مولى أبي حذيفة والمغيرة بن شعبة حيث كتبوا الكتابة بينه وتعاهدوا وتوافقوا لئن مضى محمد لا تكون الخلافة في بني هاشم ويستمر إمامنا الصادق في حديثه إلى أن يقول إذا كتب الكتاب قتل الحسين وخرج الملك من بني هاشم إذا كتب الكتاب قتل الحسين هذه اللقطة تخبرنا عن التأسيس وكيف وضعوا مخططهم في الصحيفة المشؤومة وماذا بعد بعد أن وضعوا المخطط في الصحيفة المشؤومة أخذوا قرارهم بقتل رسول الله وقتل علي الكتاب الذي بين يدي المحلة بالآثار في شرح المجلى بالاختصار هذا هو المحلة لابن حازم الأندلوسي المتوفى سنة 456 للهجرة هذه الطبعة طبعة الدار العالمية للنشر والتجليد وهذا هو الجزء السابع من الطبعة الأولى 2021 ميلادي ماذا نقرأ في الصفحة الرابعة والعشرين بعد الأربعمائة كلام يرتبط بمحاولة قتلهم لرسول الله صلى الله عليه وآله في رواياتنا الشيعية هناك تفصيل كامل لمحاولة كبار الصحابة أن يقتلوا رسول الله حينما خرج إلى تبوك فأرادوا أن يقتلوا النبي صلى الله عليه وآله أن يوقعوا راحلته وهو راكب عليها من أعلى الجبل إلى هوة الوادي السحيق وحاولوا لكنهم ما أفلحوا وهؤلاء بحسب رواياتنا أبو بكر وعمر والذين معه بحسب الروايات الشيعية هذا الأمر موجود مفصل في كتبنا ولذا فإن أمير المؤمنين في دعائه الذي يعرف بدعاء صنمي قريش والمراد من صنمي قريش بحسب أمير المؤمنين أبو بكر وعمر هذا قنوة معروف في كتبنا قنوة أمير المؤمنين في صلاته والذي يبدأ اللهم من صنمي قريش إلى آخر الدعاء دعاء طويل من جملة ما جاء في هذا الدعاء إنني أقرأ عليكم من الجزء الثاني والثمانين من بحار الأنوار للمجلس وهذه الطبعة طبعة دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان هذا القنوة موجود في جوامع الأدعية عندنا من جملة ما جاء فيه اللهم العنهما بكل آية حرفوها الضمير هما يعود على أبي بكر وعمر إلى أن يقول الدعاء ودباب دحرجوها اللهم العنهما بكل آية حرفوها وفريضة تركوها وسنة غيروها وأحكام عطلوها وأرحام قطعوها إلى أن يقول الدعاء ودباب دحرجوها من مراد من قول الدعاء ودباب دحرجوها الدباب أكياس تصنع من جلود الحمير أو من جلود الثيران من الجلود السميكة هذه أكياس تصنع من جلود الثيران من جلود الحمير ويوضع فيها ما يملأها من الصخور ثم تخاط تغلق تسمى في لغة العرب دباب هؤلاء صنعوا دبابا صنعوا دبابا لما صعد النبي ليلا كان يسير وقت الظلام صعد على مكان عال من الجبل يشرف على واد سحيق بدأوا يرمون بهذه الدباب بين أرجل راحلته حتى تصاب بجفلة وهي على حافة الجبل وتعثر بتلك الدباب فتقع برسول الله تهوي به إلى الواد السحيق هذا هو المراد من الدباب التي دحرجوها في دعاء أمير المؤمنين إنها محاولة الصحابة لقتل رسول الله صلى الله عليه وآله في سفره إلى تبوك وفي الروايات عندنا من أنهم في الوقت نفسه حاولوا قتل أمير المؤمنين في المدينة لأن أمير المؤمنين لم يكن قد خرج مع النبي إلى تبوك فحفروا له حفيرة في طريقه كي يقع في تلك الحفيرة العميقة ويقومون بقتله بعد ذلك هذا حصل في المدينة لكن الأميرة اكتشف مخططهم ولم ينجح مخططهم في قتل رسول الله لأن سماء أومضت فحينما أومضت رآهم النبي ففروا رآهم النبي حيث كانوا يقفون في الظلام بين الأحجار والصخور وهم يقذفون بتلك الدباب التي دحرجوها بهدوء ودباب دحرجوها بين أرجل ناقة النبي هذا الأمر مفصل في أحاديث أئمتنا صحيح لا يذكر لكم لأن الأحاديث هذه ضعيفة بحسب قذارات مراجع النجف وكربلة لكنني أقرأ عليكم الآن من كتاب المحلى لناصبي عنيد هذا ابن حزم الأندلسي ناصبي عنيد إذا كانت وحدة القياس للنصبي وعداء العترة ابن تيمية وتلميذه ابن القيم فإن ابن حزم الأندلسي يكون مقياسه في النصبي وعداء العترة أشد بمليون مرة من ابن تيمية وابن القيم نصبي عنيد هذا الأندلسي الأندلسي فساقط فساقط لأنه من طريق الوليد ابن جميع وهذه طرق سنية أنا أقرأ عليكم من كتاب ناصبي وطرق الروايات هذه ناصبية أيضا من نواصب سقيفة بني ساعدة صحيح أنه يضحف الأسانيين ماذا نتوقع من هذا الناصبي اللعين من ابن حزم قطعا سيضحف هذه الروايات لكننا لا نعبأ بتضعيفه نحن نعمل بحسب القرآن يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا هذه أخبار سنية في كتب سنية ماذا نتوقع من علماء السنة هل يصححونها قطعا لا يصححونها ماذا تقول هذه الأخبار وأما حديث حذيفة فساقط لأنه من طريق الوليد ابن جميع وهو هالك وهو هالك لا نأخذ بخبره ونحن لا نبالي القرآن يقول إن جاءكم فاسق بنبأ هذا الوليد ابن جميع فاسق القرآن يقول إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا لا تنظروا إلى السنة ليس مهم وأما حديث حذيفة فساقط لأنه من طريق الوليد ابن جميع وهو هالك ولا نراه يعلم من وضع الحديث فإنه قد روى أخبارا فيها أن أبا بكر وعمر وعثمان وطلحة وسعد ابن أبي وقاص رضي الله عنهم أرادوا قتل النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنه يصلي صلاة كاملة هنا بحسب المطبوع أرادوا قتل النبي صلى الله عليه وآله وسلم وإلقاءه من العقبة في تبوك من العقبة من أعلى الجبل حينما يكون الطريق ضيقا فحينما يسقط من تلك العقبة من ذلك الطريق الضيق يهوي إلى الوادي السحيق هو يقول وهذا هو الكذب الموضوع الذي يطعن الله تعالى واضعه فسقط التعلق به والحمد لله رب العالمين على أي أساس لأنه لا يريد أن يقبل هذا الخبر فضعف الراوي وأسقط الخبر ونحن لا نبالي بما يفعله هذا الرجل هذه الأخبار موجودة في الكتب السنية ورواتها من السنة من نواصب سقيفة بني ساعد هذه الأخبار تؤيدها الحقائق على أرض التاريخ قلت لكم إذا ما جمعنا المعطيات ستتشكل منها لوحة كاملة واضحة إذن هذا الكلام موجود في كتبه وجاء مرويا بأسانيده هذه القضية ليست شعية لكنكم إذا أردتم أن تعرفوا التفاصيل فهي موجودة في كتبنا الشعية في رواياتنا وأحاديثنا الشعية أما الموضوع فهو موجود في كتبهم أيضا وماذا تتوقعون منهم هل سيصححون هذه الأخبار قطعا سيكذبونها ولكنكم يجب عليكم أن تعملوا بمنهج القرآن يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا عليكم أن تتابعوا المعطيات التي سأعرضها لكم وحينئذ أحكموا بعقولكم وعرفوا الحقيقة بأنفسكم بأن هذا الأمر جرى أم لم يجري لأنني سأعرض لكم التفاصيل وبنحو موجز إذا أردت أن أخوض في كل هذه المطالب سأحتاج إلى كثير من الحلقات لكن لا تنسوا إنني قرأت عليكم من كتاب المحلى لابن حزم الأندلسي ما قرأت من كتاب شيعي هذا الكتاب هو الذي نقل لنا من أن الأخبار في كتب السنة وبالأسانيد السنية من أن أبا بكر وعمر وفلان وفلان أرادوا قتل النبي في عقبة تبوك وهذا هو الذي موجود في رواياتنا بالتفصيل صحيح أن ابن حزم ضعف هذه الأحاديث ماذا تتوقعون منه شيء طبيعي أن يضعف هذه الأحاديث الحقيقة موجودة موجودة وموجودة وموجودة نذهب إلى فاصل فشلت محاولة اغتيال رسول الله ومحاولة اغتيال أمير المؤمنين في المدينة أرادوا أن يغتالوا رسول الله في تبوك وأن يغتالوا أمير المؤمنين في المدينة برنامج كامل لما فشلت المحاولتان ورجع النبي إلى المدينة ثم جاءت حجة الوداع وتمت بيعة الغدير كانت هناك محاولة لاغتيال رسول الله أيضا لكن بعد بيعة الغدير وبعد أن أحس أن رسول الله في أيامه الأخيرة لأنه أخذ يعمل لتهيئة المقدمات لأمير المؤمنين من بعده ومن جملة ذلك حينما أمر أسامة بن زيد وهو في سن أحفادهم أمره على أبي بكر وعمر في الجيش الذي أراد النبي صلى الله عليه وآله أن أن يذهب بهم بعيدا عن المدينة حتى يستتب الأمر لأمير المؤمنين لكنهم عجلوا في تسميمه هذا الكلام ليس من عندي إنني أقرأ عليكم من الكتب تريدون أن تقبلوا ما في هذه الكتب أنتم أحرار تريدون أن ترفضوا أنتم أحرار هذا ما هو بكلام من عندي أنا أنقل الكلام الجزء الأول من تفسير العياش وهو جامع من جوامع أحاديثنا التفسيرية وهذه طبعة مؤسسة الأعلم بيروت لبنان العياش هذا كان سنيا كان سنيا وبعد ذلك صار شيعيا كان من علماء السنة ومن قضاتهم وبعد ذلك صار شيعيا وكان أبوه ثريا جدا ومات أبوه وانتقلت أموال أبيه إليه فأنفقها أنفقها في خدمة العترة الطاهرة وتفسيره كبير لكن الطوسيين دمروا هذا التفسير على أي حال ما بقي بأيدينا من هذا التفسير في الصفحة الرابعة والعشرين بعد المئتين إنه الحديث الثاني والخمسون بعد المئة عن عبد الصمد بن بشير عن إمامنا الصادقي صلوات الله وسلامه عليه قال تدرون مات النبي أو قتل ماذا تقولون أنتم ماذا تدرون تدرون مات النبي أو قتل إن الله يقول أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم فسم قبل الموت الإمام الصادق يقول فسم النبي فسم قبل الموت فسم قبل الموت إنهما سقطاه إنهما سقطاه يشير بهما إلى عائشة وحفصة إنهما سقطاه قبل الموت فقلنا الذين كانوا حضورا في المجلس إنهما إنهما المطبوع وأبوهما والمراد وأبويهما إنهما وأبوهما والمراد إنهما وأبويهما هذا التفسير فيه الكثير من التحريف والتصحيف إنهما وأبويهما شر من خلق الله فالإمام الصادق يقول فسم قبل الموت إنهما سقطاه سقطاه السم وهذا الموضوع له تفصيل قلت لكم إنني لا أريد الدخول في التفاصيل لقطات واجمعوا فيما بينها لقطة أخذتها لكم من صحيفتهم المشؤومة التي كتبوها ولقطة أخذتها لكم من محاولة اغتيال رسول الله في تبوك ولقطة أخذتها لكم من تسميم رسول الله صلى الله عليه وآله في بيته من قبل بعض زوجاته فبعد أن سمموا النبي أخروا جيش أسامة ولذا فإن النبي لعن المتخلفين عن جيش أسامة ولما أراد النبي أن يكتب الكتاب العاصم إنها رزية الخميس فلأنهم كانوا على علم من أن النبي قد سقي السم فلذا لم يعبأوا بحديث النبي وقالوا ما قالوا وقال عمر من أن الرجل لا يهجر حتى حينما طردهم لم يعبأوا بذلك بل وجدوا ذلك فرجا له فأرادوا أن يتحلل من كل مسؤولية كي يرتبوا برنامجهم ومخططهم الذي خططوا له أقرأ عليكم من البخاري إنه حديث رزية الخميس كتاب العلم وهو الكتاب الثالث من كتب صحيح البخاري وهذا الباب هو الباب الأربعون باب كتابة العلم وهذا الحديث مية وأربعة عشر من الصفحة الرابعة والثلاثين البخاري يقول حدثنا يحيى ابن سليمان بسنده عن عبيد الله ابن عبد الله عن ابن عباس قال لما اشتد بالنبي صلى الله عليه وسلم صلاة بتراء تعني دينا أبتر لما اشتد بالنبي وجعه قال ائتوني بكتاب أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده قال عمر إن النبي غلبه الوجع وعندنا كتاب الله حسبنا فاختلفوا وكثر اللغة قال قوموا عني طردهم رسول الله إلى آخر ما قاله ابن عباس هذه الحكاية افتعلوها بعد أن سمموا النبي صلى الله عليه وآله وإلا لا يوجد تفسير لعدم اعتذارهم من رسول الله ولعدم اهتمامهم أن رسول الله يطرده لا يوجد تفسير الأسئلة التي طرحتها في حلقات سابقة من هذا البرنامج بخصوصي رزية الخميس ليس لها من جواب إلا هذا لأنهم كانوا متأكدين من أن النبي سيموت لأنهم سمموه نذهب إلى فاصل سورة التحريم حينما يخاطب الباري سبحانه وتعالى عائشة وحفصة وبحسب عمار والرواية عن ابن عباس وقرأتها عليكم من صحيح البخاري من أن صاحبتي سورة التحريم عائشة وحفصة حينما يخاطب القرآن عائشة وحفصة بهذا الخطاب إن تتوبى إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير هذا الخطاب لم يكن مثل ما يقولون لكم من أن الأمر يتعلق بشأن أسري في بيت النبي هذا الأمر يتعلق باغتيال النبي يتعلق بمخطط خطط لاغتيال النبي وسمه وقتله وقد جرى هذا الأمر ليس منطقياً أن الله يخاطب عائشة وحفصة لأمر يدور فيما بين النساء بهذه الطريقة وإن تظاهر عليه تظاهر عليه مع من مع أبويهما وإن تظاهر عليه لابد من جهة تكون معها المظاهرة وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير إذا كان الأمر في شأن النسائي فهل يعقل أن الله سبحانه وتعالى يجعل نفسه ويحشد كل هذا الحجد في مواجهة أمر نسائي يكون داخل الأسرة هذا أمر عظيم تتحدث عنه السورة إن تتوبى إلى الله فقد صغت قلوبكما مالت قلوبكما عن النبي صغت ذهبت إلى اتجاه آخر صارت هذه القلوب معادية لرسول الله إن تتوبى إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير لماذا كل هذه المواجهة لأمر يحدث في كل البيوت فيما بين النساء من غيرة النساء وأمثال ذلك من المقالب التي تكون فيما بين الضرائر في البيوت فهل أن الأمر يستعهل من الله أن يتخذ الله هذا الموقف بهذه الحدة وبهذه القوة هذه قضية كبيرة يمكنكم أن تعود إلى برامج المختصة بهذا الموضوع كي تطلع على التفاصيل قتلوا النبي وتركوا جثمان النبي ولا شأن لهم به وفي الروايات عندنا من أن أبا بكر وعمر ما صليا على رسول الله هذا هذا موجود في الأخبار عندنا كانا مشغولين بسقيفتهما وتسلل كما يتسلل اللصوص إلى سقيفة بني ساعد وكان الاجتماع هناك وفيه تفصيل وحدث النزاع ما بين المهاجرين والأنصار إلى أن استطاعوا أن يرتبوا الأمر ولو بنحو إجمالي أقرأ عليكم من تأريخ الطبري وهذا هو الجزء الثاني من طبعة دار صادر بيروت لبنان صفحة 516 أن أسلم أقبلت هؤلاء بدوا هؤلاء بدوا وما كانوا يعيشون في المدينة فكيف علموا بأمر سقيفة بني ساعدة وجاءوا كيف علموا بالأمر هذا مخطط وهؤلاء من البدو من الأعراب الذين لدينا عندهم هم اتفقوا معهم كي يستعينوا بهم على إجبار الناس على بيعة أبي باكر وإلا من الذي جاء بقبيلة كاملة من البدو ليسوا من أهل المدينة ولا علاقة لهم بالمدينة في مثل هذا الوقت ولا هم من أهل الدين حتى يكونوا مشغولين بخبر وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله أن أسلم أقبلت بجماعتها حتى تضايق بهم السكك القبيلة كلها جاءت كي تبايع أبا بكر هل جاءت قبيلة أخرى الجواب كلا لماذا هؤلاء هؤلاء لا دين عندهم هؤلاء يبحثون عن الغنائم هؤلاء مرتزقة وعدوهم أن يدفعوا لهم الأموال وجاءوا أن أسلم أقبلت بجماعتها حتى تضايق بهم السكك فبايعوا أبا بكر فكان عمر يقول ما هو إلا أن رأيت أسلم فأيقنت بالنصر بالنصر على من بالنصر على من بالنصر على العترة الطاهرة برنامج مخطط بشكل كامل اجمعوا هذه الصور اجمعوها لا تعبوا أن الخبر جاء في كتاب سني أو في كتاب شيعي إنني أقرأ من كتب الشيعة ومن كتب السنة على حد سواء هذا هو منهج القرآن يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فماذا تفعلون فتبينوا تبينوا إذا جمعنا هذه المعطيات وشكلت صورة كاملة لا غبار عليها هذا يعني أن المعطيات أن المعلومات صحيحة فهذه المعلومات منتشرة في الكتب ولم يقم شخص واحد بنشرها هنا وهناك المؤلفون مختلفون والأزمنة مختلفة أزمنة التأليف والأسانيد مختلفة إذا كنتم تعبؤون بالأسانيد المعلومات واضحة بعضها يشرح البعض الآخر وبعضها يكمل البعض الآخر أن أسلم أقبلت بجماعتها هؤلاء البدو القسات الجفات حتى تضايق بهم السكك فبايعوا أبا بكر فكان عمر يقول ما هو إلا أن رأيت أسلم فأيقنت بالنصر أيقن بالنصر على أهل محمد وماذا بعد هذا هو الجزء الثامن والعشرون من بحار الأنوار للمجلس المتوفى سنة 1111 للهجرة والطبعة طبعة دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان صفحة 286 هذا الكلام منقول عن كتاب الإحتجاج للطبرسي وعن كتاب سليم بن قيس عن كتبنا القديمة البراء ابن عازب من صحابة النبي صحابي معروف في سياق كلامه وهو يتحدث عن تلك الأيام عن أيام السقيفة بني ساعدة ثم لم ألبث حتى إذا أنا بأبي بكر وعمر وأبي عبيدة قد أقبلوا في أهل السقيفة بحسب البراء ابن عازب إذن أهل السقيفة قوم مشخصون ثم لم ألبث حتى إذا أنا بأبي بكر وعمر وأبي عبيدة قد أقبلوا في أهل السقيفة وهم محتجزون بالأزر الصنعانية نسبة إلى صنعاء الأزر اليمانية وهم محتجزون بالأزر الصنعانية يبدو أنهم اتفقوا على لباس واحد كي يشخص بعضهم البعض وهم محتجزون بالأزر الصنعانية لا يمر بهم أحد إلا خبطوه إلا خبطوه إلا أمسكوا به أخذوه فإذا عرفوه مدوا يده على يد أبي بكر هم يمدون يده ليس هو الذي يبايع وإنما قسرا هذا هو الذي جرى هذا هو الذي جرى ولذا حينما أحرقوا بيت فاطمة أرادوا أن يخيف الناس من أن بيت فاطمة يحرق وتحرق فاطمة والتذهب إلى الجعيم حتى يخاف الجميع ثم لم ألبث حتى إذا أنا بأبي بكر وعمار وأبي عبيدة قد أقبلوا في أهل السقيفة وهم محتجزون بالأزر الصنعانية لا يمر بهم أحد إلا خبطوه فإذا عرفوه مدوا يده على يد أبي بكر شاء ذلك أم أبا فأنكرت عند ذلك عقلي جزعا منه جزعا من هذا الذي أراه في مقطع آخر عن عبد الله بن عبد الرحمن وينقله المجلس عن كتاب الاحتجاج للطبرس ثم إن عمر احتزم بإزاره وجعل يطوف بالمدينة وينادي إن أبا بكر قد بوي على فهلموا إلى البيعة فينثال الناس فيبايعون هؤلاء الحمير في كل زمان فعرف فعرف عمر عرف فعرف أن جماعة في بيوت مستترون هناك من الصحابة ما كانوا يريدون أن ينقضوا بيعة الغدير فعرف أن جماعة في بيوت مستترون فكان يقصدهم في جمع فيكبسهم يلقي القبض عليهم ويحضرهم في المسجد فيبايعون حتى إذا مضت أيام أقبل في جمع كثير إلى منزل علي بن أبي طالب فطالبه بالخروج فأبى فدعى عمر بحطب ونار وقال والذي نفس عمر بيده ليخرجن أو لأحرقنه على ما فيه هذا هو الذي جرى نذهب إلى فاصل وماذا نقرأ في الطبقات الكبرى لمحمد بن سعد الزهري المتوفى سنة 230 للهجرة وهذه طبعة طبعة دار إحياء التراث العربي هذا المجلد الثاني الذي يشتمل على الجزء الثالث والرابع في الجزء الثالث في الصفحة السابعة والتسعين فلما اجتمع الناس على أبي بكر بعد البيعة فلما اجتمع الناس على أبي بكر قسم بين الناس قسماً من الأموال وزعوا الأموال على الناس وبهذا وبهذا أسكتوهم في أحاديثنا في أحاديث الأئمة الأئمة يقولون من أن الناس سكتوا على ظلم أبي بكر وعمر لنا لأنهم قسموا أموالنا فيهم قسموا أموالنا فيهم فلما اجتمع الناس على أبي بكر قسم بين الناس قسماً فبعث إلى عجوز من بني عدي ابن النجار بقسمها مع زيد ابن ثابت أوصلوا الأموال إلى الجميع أوصلوا الأموال إلى الجميع حتى إلى العجائز فقالت ما هذا قال قسم قسمه أبو بكر للنساء فقالت أتراشوني عن ديني تدفعون لي رشوة هذه امرأة عجوز الأمر كان معروفا فقالت أتراشوني عن ديني لأن الجميع يعرفون من أن أبا بكر لا حق له في الخلافة هذه كتبه أنا أقرأ من كتبه وهذه الكتب ما ذكرت الحقائق كاملة فقالت أتراشوني عن ديني فقالوا لا فقالت أتخافون أن أدع ما أنا عليه فقالوا فقالوا قالت فوالله لا آخذ منه شيئا أبدا هناك من كان رافضا للواقع الجديد لكن الواقع الجديد استعمل القوة سلط هؤلاء البدو سلط هذه القبيلة المرتزقة خبطوا الناس خبطا ضربوا الناس ضربا وبعد ذلك أحرقوا بيت فاطمة وقتلوا فاطمة وحين جاءهم علي بقرآنه رفضوا قرآن علي وبعد أن قتلوا فاطمة أجبروا علي على البيعة والأمر مفصل وحاول علي أن يقف بوجوههم لكنه لم يجد أنصارا فالتزم بوصية رسول الله لأن رسول الله كان قد أوصى إذا وجدت أنصارا فقاتله وإذا لم تجد أنصارا فاصبر عملا بوصية رسول الله بعد أن لم يجد أنصارا صبر على الواقع الجديد الذي صار فيه ابن أم الذبان خليفة على المسلمين أم أم الذبان هي أم أبي بكر وهذا الوصف كان معروفا عنها صحيح بعد الخلافة أسموها بأم الخير ما هو هذا الحال في كل الأزمنة صبحة الفاح أم صدام معروفة عند العراقيين من هي صبحة الفاح كانت شريفة جدا جدا عفيفة جدا طاهرة صبحة الفاح معروفة لا حاجة للحديث عنها لا أهمية لها ولكن بعد أن صار صدهم رئيسا صارت صبحة الفاح أم المناضلين هكذا تسمى وصارت تأمر وتنهى في العراق صارت حاكمة تعكم بالذي تريده في العراق وهذا أمر يعرفه العراقيون الأمور هي فهذه أم الذبان بعد أن صار ابنها رئيسا عرفت بأم الخير فتحول الذبان إلى الخير هكذا جرت الأمور وهكذا تجري أقرأ عليكم هذه اللقطة وهذه المعلومات ليست كاملة هي الأخرى محرفة لكننا نستطيع أن نتلمس الحقيقة من بعض الآثار الصحيحة الموجودة فيها صفحة 103 من المصدر نفسه من الطبقات الكبرى لابن سعد الزهري قال أخبرنا مسلم ابن إبراهيم بسنده عن محمد ابن الأشعر أن أبا بكر الصديق لما أنثقله في مرض موته لما أنثقله قال لعائشة إنه ليس أحد من أهلي أحب إلي منك وقد كنت أقطعتك أرضا بالبحرين ما علاقة عائشة بالبحرين فدك التي لفاطمة تأخذ منها والتي أعطاها رسول الله لفاطمة والسك الذي كتبه رسول الله لفاطمة يمزقه عمر بعد أن يبصق فيه هذا موجود في رواياتنا أما عائشة فتقطع لها القطائع في البحرين ما علاقة عائشة بالبحرين هل هو ميراث أبي قحافة الذي كان يقحف الذبان مع ثريد مع فضلات الثريد وقد كنت أقطعتك أرضا بالبحرين ولا أراك رزعت منها شيئا قالت له أجل ثم قال لها خذي كذا وكذا وسلمي ذلك لعمار هراء من القول لكن المعلومة الواضحة وهي صحيحة من أنه أقطعها من القطائع في البحرين ما نحن نعرف أن عائشة اغتصبت بيت رسول الله زوجات النبي حصتهن من الميراث الثمن وعائشة لها التسع من الثمن لذلك ابن عباس قال لها لما خرجت على بغلتها ومنعت أن يدفن الإمام الحسن في بيته هذا هو بيت الإمام الحسن منعت أن يدفن الإمام الحسن في بيته هذا البيت بيت فاطمة بيت رسول الله بيت فاطمة هي الوريثة الوحيدة وثمن البيت للنساء النبي وتسع الثمن لعائشة حينما حسب تسع الثمن لم يكن مكانا يكفيها لنومها لكن فاطمة كانت كريمة مع زوجات أبيها فتركت زوجات أبيها في أماكنهن إلا أن عائشة استولت على البيت كله بعد فاطمة الملكية تنتقل تنتقل إلى زوجها علي وإلى أولادها لما أراد الحسين أن يدفن الحسن في بيته هذا بيت الحسن خرجت مع الأمويين على بغلة لها وقالت وقالت إنني لا أريد أن أدخل إلى بيتي من لا أحب هذا هو بيته هذا هو بيته تقول لهم إني لا أريد أن أدخل إلى بيتي من لا أحب ولذلك إمامنا الحسين عملا بوصية الحسن لدرء الفتنة دفن الإمام الحسن في البقية ابن عباس قال لها قال لها يا بنت أبي بكر لا كان ولا كنت تجملت تبغلت مرة تخرجين علينا على جمل في البصرة والآن تخرجين على بغلة تجملت تبغلت ولو شئت تفيلت وربما في يوم من الأيام ستخرجين على فيل يا بنت أبي بكر لا كان ولا كنت تجملت تبغلت ولو شئت تفيلت لك التسع من الثمني وبالكل تملكت ماذا نقرأ في صحيح البخاري هذا هو كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة إنه الكتاب السابع والتسعون من كتب صحيح البخاري وهذا هو الباب السادس عشر رقم الحديث سبعت آلاف وثلاثمية وثمانية وعشرين رقم الصفحة الف ومئتين وثلاثة وتسعين يقول البخاري البخاري وعن هشام عن أبيه وقبله حدثنا عبيد بن إسماعيل وعن هشام عن أبيه أن عمر أرسل إلى عائشة إئذني لي أن أتفن مع صاحبي على أي أساس عمر يطلب الإذن من عائشة على أي أساس هل هي تملك البيت؟ نعم ملكة البيت بحكم ظالم ملكة البيت بحكم ظالم وهي لا تملك فيه مكانا لمساحة تستطيع أن تنام فيها هذا هو الذي جرى على أرض الواقع إئذني لي أن أدفن مع صاحبي فقالت إي والله قال الراوي وكان الرجل إذا أرسل إليها من الصحابة قالت لا والله لا أوثرهم بأحد أبدا الصحابة أقروا لها بملكيتها للبيت لماذا؟ لأن أبا بكر ولأن عمر قسم أموال العترة عليهم فهم اشتركوا في الحرام حقوق العترة قسمها بينهم مثل ما يقول أئمتنا قسموا أموالنا بينهم هذا هو الذي جرى على أرض الواقع والتفاصيل كثيرة وماذا نقرأ أيضا في الطبقات الكبرى لابن سعد صفحة 104 أيضا يقول لها إني قد كنت نحلتك حائطا فاطمة ماذا قالت لأبي بكر قالت إن فدكا نحلتي من رسول الله نحلة فاطمة من رسول الله تسلب منها وتعطى لعائشة ما المراد من الحائط البستان هل هذا البستان فدك غير فدك بالنتيجة الحائط في لغة العرب البستان إنه البستان الكبير الواسع يقال له حائط إني قد كنت نحلتك حائطا لأن البساتين حدائق يقال للبستان حديقة إذا كان البستان صغيرا ومسيجا فإن السياج قد أحدق به أحاط به وإذا كان البستان كبيرا يقال له حائط إني قد كنت نحلتك حائطا وإن في نفسي منه شيئا فرديه إلى الميراث إلى آخر الكلام قلت لكم هذا الكلام مضطرب في هذه الكتب لكننا نستطيع أن نتلمس بعض الحقائق الواضحة ما هو الأمر هو هو عبد الله بن عمر ابن الخطاب أيام النبي كان ينام في مسجد النبي ويأكل من طعام الفقراء وهو الذي يقول ما شبعنا حتى فتحنا خيبر حتى فتحت خيبر الكلام موجود هنا في صحيح البخاري لا أجد وقتا كي أستخرج لكم الأحاديث كان ينام في المسجد ولم يكن يشبع من الطعام حتى فتح عليهم خيبر صار بعد ذلك من أغناء الأغنياء صار يتصرف بطريقة لا يعمل بها حتى الملوك يلبس الجواري الجواري يلبسها أثمن المجوهرة هذا الكلام ذكره مالك في الموطة في باب الزكاة وقد قرأته عليكم في حلقات متقدمة وهو الذي لم يكن يشبع من أين جاء بهذه الأموال والحال هو هو مع عائشة من أين جاءت بهذه القطائع وهذه البساتي وهي التي من عائلة غايتها أن ترى صحنا من الثريد وما كانوا ينالونه فهذا جدها أبو قحافة آكل الذبان وتلك جدتها سلمة آكلة الذبان التي سميت بأم الخير بعد ذلك الحكاية هي الحكاية عبر التأريخ وإلى يومنا هذا إنني ما حدثتكم عن كل شيء أخذت لكم لقطات من هذه الكتب من كتب شيعية ومن كتب سنية على اختلاف اختصاصاتها اجمعوا اجمعوا بين هذه المعطيات ستتشكل لكم لوحة كاملة أعرضوها على الواقع وعلى التأريخ وعلى الذي جرى هذا هو الذي بسببه قتل الحسين إذا كتب الكتاب قتل الحسين الحسين قتل حينما اجتمع الصحابة وكتبوا الصحيفة نتاج هذا البرنامج أن قتل الحسين وقتل أئمتنا وكان الذي كان اليوم يلتقي أبناء السقيفتين واتفاقات مفصلة لو كنت أعلم أن الكلام يكون نافعا معكم لحدثتكم به بس مثل ما قلت لكم عرب وين طنبورة وين نلتقي غدا إن شاء الله تعالى كي نكمل الحديثة في حلقاتنا هذه ترجمة نانسي قنقر